المرحلة الرابعة تقييم الفكرة هذه المرحلة تتضمن نوعي من التقييم تقييم الفكرة نظريا وتقييم الفكرة حسابيا نبدأ بتقييم الفكرة من الجانب النظري وذلك يتم من خلال أربع تقنيات أولا الحكم الحدسي ويستخدم عندما تكون الأفكار نوعا ما صعبة التحديد ومشوشة التقنية الثانية الجمع ويتيح التفكير بهذه الطريقة استراتيجية أكثر بشأن الأفكار فإن جمع الأفكار يمنحنا فرصة لإنشاء حل متكامل ومترابط بالنظام التقنية الثالثة التصنيف والتقييم وتعد هذه الطريقة أقل حدسا من التقنيات السابقة اللي هو الجمع والحكم الحدسي فهذه التقنية يمكن استعمالها عند تشابه الأفكار وقابليتها للمقارنة بوضوح فعلى ضوء هذه التقنية تصنف وترتب الأفكار وفق معايير محددة وهي طريقة منطقية تعتمد على أسس ومعايير للاختيار بين مجموعة من الأفكار رابعا التصويت تم تزج هذه الطريقة بين الاختيار الحدسي والصريح فيصوت الفريق على الأفكار في ضو المشاركة والالتزام والديمقراطية من قبل أعضاء الفريق فقد يصوت لفكرة ليس لأنها جيدة ولكن لكونها مقبولة من أعضاء الفريق طبعا يعد التصويت حلا عندما تصل الأمور إلى طرق مسدودة أيضا من معايير التقييم النظري هناك معايير نظرية تخص تقييم المشروعات التجارية الناشئة منها أولا المعيار المالي فمدى توفر الموارد المالية ثانيا المعيار البشري مدى توفر الموارد البشري ثالثا المعيار التسويقي وجود طلب على المنتجات ورابعا المعيار الشخصي مدى الحماس والرغبة في القيام بالمشروع وأخيرا المعيار المعرفي توفر الخبرة والمعرفة في مجال النشاط